سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة الذي يتأمل في كتاب الله يجد كل يوم عجيبا هذه العجائب القرآن تحدث عن خلق الإنسان أو مراحل خلق الإنسان بالتفصيل في سورة عظيمة هي سورة المؤمنون طبعا هنا القرآن يتحدث عن النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم والخلق الآخر مراحل خلق الإنسان والتي أثبتها العلماء حديثا العلماء أثبتوا بالفعل أن الجنين ينشأ عبر مراحل ويتطور حتى يخرج طفلا الحقيقة الله سبحانه وتعالى تحدث بالتفصيل في هذا النص سنقرأ هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن خلق الإنسان الحقيقة هذا النص أيها الأحبة كم عدد كلماته؟ دعونا نعد الكلمات ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من مرحلة النطفة التي هي المرحلة الأولى التي نعرفها لأن مرحلة الطين هذه خاصة بسيدنا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة عشرة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم عشرين أنشأناه خلقا آخر ثلاثة عشرين إذن المراحل آخر مرحلة الخلق الآخر استخدم القرآن هنا أحبة في الله كم كلمة؟ استخدمت ثلاثة عشرين كلمة هذا العدد كلكم يعرف ما هو السر في ذلك هو عدد كروموزومات الإنسان سبحان الله الإنسان في كل خلية من خلايا جسدي هناك ما يسمى بالشفرة الوراثية التي تعطي الطول لون العينين لون الشعر مواصفات شفرة وراثية فيها كل الصفات الوراثية هذه الشفرة تتألف من أشرطة تسمى الشريط الوراثي DNA أو الحمض النووي وعدد هذه الأشرطة 23 وطبعا هناك 23 زوجي النطفة تحمل 23 كروموزوم والبويضة تحمل 23 كروموزوم إذن العدد 23 هو الذي يميز الإنسان تمام عدد استخدم الله 23 كلمة سبحان الله أين وضع الله هذا النص أو هذه الآيات وضعت في سورة المؤمنون طيب ما هو السر لو نظرنا إلى سورة المؤمنون نجد أن رقم أو ترتيب هذه السورة بين سور المصحف كم كم تتوقعون 23 سبحان الله نفس نفس عدد الكروموزومات الخاصة بالإنسان والآيات تتحدث عن مراحل خلق الإنسان والله أيها الأحبة يعني أنا يحتار عقلي كيف جاء هذا التناسق المذهل في هذه الآيات أتذكر الآن معكم أول سورة نزلت تتحدث عن خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه السورة هي أول سورة نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام من كم حرف ركبها الله بما أنها تتحدث عن خلق الإنسان من علق لو درسنا حروف هذه السورة سنجد أنها لا تتضمن كل حروف العربية حروف اللغة العربية وهي لغة القرآن ثمانية وعشرون حرفا هذه السورة تحتوي على ثلاثة وعشرين حرفا من حروف اللغة نفس عدد كروموزومات الإنسان سبحان الله يعني حتى الله عز وجل راعى هذه القضية عندما أنزل سورة يتحدث فيها عن العلق ركبها من ثلاثة وعشرين حرف لم يستخدم كل حروف اللغة الثمانية والعشرين استخدم فقط ثلاثة وعشرين حرف وخمسة أحرف غير موجودة في هذه السورة هذه الدقة الهندسية الرائعة أيها الأحبة تدل وتثبت أن الله سبحانه وتعالى هو من أنزل القرآن وهو الذي قال فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وآفاق الأرقام طبعا هي جزء من الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق وبالفعل أنا كمؤمن هذه الحقائق تبين لي أن هذا القرآن هو كلام الله الحق أنزله ليكون نذيرا للعالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة